رعت سمول أميرة علي الطباع حفل الفائزين في المسابقة السادسة لنظم الشعر وإلقائه التي أطلقتها جمعية الأيد الواعدة بالتعاون مع مدرسة اليوبيل بعمان وألقت المعلمة سلمة صفضي كلمة أكدت فيها أهمية اللغة العربية للنشئ من أجل المحافظة عليها وتعميق مفهوم الهوية والانتماء لدى أبنائنا الطلبة كما ألقى الأستاذ عزمي شاهين مدير عام جمعية الأيد الواعدة كلمة شدد فيها على أهمية التحدث باللغة العربية كونها هوية فكرا وثقافة وفي ختام الحفل قامت الأميرة الطباع بتكريم الطلبة الفائزين وتوزيع الشهادات على المدارس المشاركة